طالع البدر علينا من سنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت قمر أنت نور طوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين عزنا وأحبابنا مشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم أسعد بأن أكون معكم في مناسبة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولد أشرف البرية وأتشرف بأن أكون معكم النهاردة اليوم على الهوام بباشرة وطبعا بفتكد زميلي العزيز والإعلام المتقلق ربيع فريد لأسباب صحية ونرجو من الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر صقما ونرجو من حضراتكم الدعاء له إن شاء الله النهاردة هنتكلم طبعا الشرف لينا أن احنا هنتكلم النهاردة عن مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يوم الأسنين الموافق 12 من الربيع الأول في عام يسمى عام الفيل طبعا عام الفيل عارفين احنا قصة إبراه الحباشي اللي هو جمع الأفيال وجمع بعض من جنوده وكانوا ذاهبين لهدم بيت الله الحرام فربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارات من سجيل فجعلهم كعصف مأقول يعني جعلهم زي ورق الشجر كده اللي ملهوش لازمة على الأرض وطبعا قضى عليهم لأنهم راحين لبيت الله الحرام على الأرض ويعني سبحان الله البيت الله الحرام له كدسية وتم بنائه يعني أول بناء لي كان الملائكة سبحانه وتعالى هم اللي بنوا بيت الله الحرام الكعبة ثم سيدنا إبراهيم رفع القواعد إلى أن أصبح بيت الله الحرام اللي هو الكعبة المشرفة فطبعا في هذا العام يقال أن بعد أربعين يوم من حادثة الفيل تم ولادة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ولد يتيم أبوه عبد الله توفى وأمه حامل فيه والسيدة يامنة بنت واهب هي أم الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أن هي في حمله وولادته يعني لم يكن حملا ولا ولادة لأنه أشرف الخلق وكان حاجة ميسرة وسهلة يوم ولادته صلى الله عليه وسلم يقال أن النجوم يعني دنت من الأرض ونورت المكة المكرمة سبحانه وتعالى يعني كان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نقلة تانية في تاريخ البشرية وطبعا يعني نتكلم بقى إن شاء الله النهاردة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل حاجة حصلت في هذه السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا ولد يوم الاسنين ولد يوم الاسنين الموافق 12 من الربيع الأول عام 571 ميلاديا الرسول صلى الله عليه وسلم أمه منها بنت واهب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطالب ابن هاشم ابن عبد مناف جده عبد المطالب والدته توفت والرسول صلى الله عليه وسلم عنده ست سنوات ثم انتقل إلى أبو طالب عبد المطالب جده وعاش معاه إلى أن يعني وصل لسن السامنة من عمره ثم وفات جده عبد المطالب وذهب في بيت عمه أبو طالب أبو طالب طبعا عمر رسول صلى الله عليه وسلم تكفل بتربية الرسول وتنى يعني فاضل معاه إلى سن الاثناشر عام كان في رحلة إلى الشام فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم معاه في رحلة إلى الشام هناك قابل بحيرة الراهب بحيرة لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف أنه هو هذا النبي المنتظر لأن الراهب بحيرة كان عنده كتاب الإنجيل ومذكور في الإنجيل سيأتي نبيه اسمه أحمد وعلاماته معروفة فلما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أنه شاف فيه غيامة ماشية بتزل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ماشي فأعرف أنه هو النبي المنتظر فقال العمه يعني خده وارجع واخد بالك منه عشان هيبقى ليه شأن كبير ده في سن الاثناشر عام طبعا عارفين بقى قصة ورسول صلى الله عليه وسلم يعني تربى في بيت عمه وطبعا قصة بقى إلى أنوصل إلى أربعين عام لما وصل إلى أربعين عام كان الرسول صلى الله عليه وسلم غير بقى البشر لأنه هو نبي والنبي سبحان الله ربنا بيجعى الأنبياء بيبقى لهم مسابق الزمن أو مسابق البشر العاديين طبعا مزيهم كانوا كلوا بيقبض الأصنام فطبعا عمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد صنم أو أشرك وهو لسه ما قالوش التبليغ ولا قالو الوحي فكان بيروح اتعبت في معبد زي وزي سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم كان بيبص الأصنام يقول لا أنت مش ربي ويبص للشمس طبعا أنت ممكن تكون ربي بعد كده لما قفلت وهكذا القصة بتاع سيدنا إبراهيم هكذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتأمل ويشوف أن الكون لازم يكون لخالق والخالق دوة ماينفعش يبقى صنم ماينفعش يكون بشر ماينفعش يكون ماينفعش يكون فكان بيعد يفكر وكان بيتعبد في غار حراء إلى أن جاءه سيدنا جبريل عليه السلام ونزل عليه وعنده 40 سنة فطبعا لما نزل عليه سيدنا جبريل قال له اقرأ قال ما أنا بيقارئ الرسول الصلى YouTuber كان أمي فقال له ما بيقارئ أول مرة ثم قال سيدنا جبريل له اقرأ فقال له ما بيقارئ في الثالث مرة قال له سيدنا جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم الإنسان اقرأ ربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم إلى آخر سورة العلق فسيدنا محمد طبعا من وقتها نزل كان خايف جدا كان خايف جدا من اللي حصل أن سيدنا جبريل أول مرة يشوف طبعا ملك واللي حصل فنزل طبعا وكان زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وحكا لها والسيدة خديجة راحت لوركها ابن نوفل كان ابن خليطة وكان برضو من اللي هو يعني العالمين بالإنجيل فقال لها أنه هو ده النبي المنتظر وكذا بدأت قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في البعثة بداية من سنة 40 سنة هنبتدي بقى نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفاته كان كان ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للذكر مثلا وليس الحصر يعني أنا هنقول صفات الرسول كانت ايه طبعا النشيد اللي أنا قلناه الأولاني طلع البدر علينا ده قالوا أهل المدينة لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة طبعا استقبلوا معجزات الرسول كانت كتيرة بقى يعني يعني للذكر وليس الحصر أول حاجة طبعا القرآن الكريم والقرآن الكريم معجزة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يجيد القراءة ولا الكتابة فلما تينزل مثلا كرآن 114 صورة مفيش غلطة مفيش آية يعني منتهية بغير موضحة التشكيل وينزل في وقت في في وقت إن العرب دولا كانوا عمالقة في اللغة العربية والإعراب والشعر وهكذا وهكذا والرسول كان لو يجيد القراءة ولا الكتابة طبعا جزبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول قال لهم طب ربنا صلى الله عليه وسلم قال لهم قيتوا بكتابي مثلي 114 صورة فبهتوا معرفوش بوهتوا معرفوش يجيبوا 114 صورة زي الكتاب الكرآن الكريم فتحدهم تاني قال لهم طب خلاص بلاش 114 صورة نجيب مثلا 10 صور طبعا برضو معرفوش يجيبوا 10 صور تحدهم إنهم ما يجيبوا الصورة معرفوش وفي قصة كده طبعا إنه كان فيه مسايلة من الكذاب كان بيقعد يقلف ومش عارف هو كان يعني بيحب الزروع يعني المزرعات والفكة فكان فكاهي يعني شوية كان بيقول أنا نزل لي قرآن زي ما نزل لمحمد طب إيه اللي نزل ليك كان في مرة قبل سيدنا عمرو بن العاص وبيسأله بقول له آخر حاجة نزلت على الرسول إيه فقال له نزلت صورة إنه أعطيناك القوسر قال له طب أنا نزل مع لي قرآن نفس الكلام قال له طب إيه قصة علي فقال له مش عارف إنه أعطيناك الوحواح فصل لربك كلام فارغ ولا صح أصلاً لأنه طبعاً ما حدش يعرف يحرف أو يجي بمثل هذا القرآن سبحان الله دي كلام ربنا سبحانه وتعالى اختص به إنه ينزل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيجي بالقرآن طبعاً كله إعجاز القرآن 114 صورة 626 آية طبعاً الصور الـ 114 مقصمين فيه منهم مكي وفيه منهم مدني المكي 86 صورة والمدني 28 صورة هنتكلم طبعاً عن كل شيء كانت في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هنتكلم في هجرته قابل يعني وصفه ممعبت إن شاء الله وهنتكلم على حاجات كتيرة جداً بس هنستازمكم ونطلع فاصل ونرجع تاني ونتكلم عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم من أمه معبد ونتكلم عن صيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نطلع فاصل إن شاء الله لو الفاصل جاهز مع أغنية بعزها جداً والمصرين كلها بيعزوها اللي هي أم النبي لياسمين الخيام نسمحها ونرجع تاني بعد الفاصل هو تروح في أي حتة عشان في كلام مهم جداً وفيه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هتعجبكم بإذن الله تعالى السلام عليكم نرجع نالكم تاني أعزائينا مشاهدين في ذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعاً إحنا اتكلمنا قبل الفاصل عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بعض صفاته بس يعني في نفسه مختصرة كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول أنا ابن الزبيحين طب إيه ابن الزبيحين ده بيرجع إلى سيدنا عبد الله أبو سيدنا محمد وسيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم طبعاً قصة سيدنا إسماعيل عارفينها اللي هو يا بنيي أني أرى في المنام أنا أسباحك وربنا فداب بكفش عظيم ده سيدنا إسماعيل ده الزبيح الأول الزبيح الثاني سيدنا عبد الله سيدنا عبد المطالب كان ندر ندر أنه لو ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من الأولاد عشرة فسوف يزبح أحدهم ندر فربنا سبحانه وتعالى فعلاً أعطاه عشر أبناء فطبعاً جاي يوفي النزر عمل أرعة كلما يعمل أرعة يطلع سيدنا عبد الله أبو سيدنا محمد كل ما يعمل ورع نفس الكلام وسيدنا عبد الله كان أحب الأولاد إلى سيدنا عبد المطالب طب يخرج إزاي فدى سيدنا عبد الله بمائة ناقة يعني عشان يعني هو في الندر بيضحية بداله بمائة ناقة طبعا دي المقولة اللي هي أنا ابن الزبيحين طب سيدنا محمد هل اسمه محمد فقط لا طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من أسمائه طبعا في أسماء احنا عارفينها وفي أسماء طبعا القاب ربنا صحانه وتعالى كان بيلقبوا بيها يعني سيد محمد مصطفى ياسين طه نكمل المدسر المزمل الأمين الهادي البشير السراج المنير النزير المبين الرحمة النعمة وطبعا يعني زي ما حرقوا عارفين ان كان في الانجيل يعني سيدنا محمد كان اسمه أحمد يعني قبل ما ييجي القرآن كان البشارة في الانجيل ان سيأتي نبيا اسمه أحمد تمام ماشي المعجزات بقى بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المعجزات كتيرة بس نبدأ بأول حاجة اللي احنا تكلمنا عنها ليه القرآن الكريم أول حاجة قلناها وقلنا ان الرسول تحداهم ما معرفوش يجو قطب بمثلي بقرآن مثلي اللي هو مرة 14 صورة أو 10 صور أو صورة طيب المعجزة احنا قلنا ان الرسول كان ليجيد القرآن والكتابة والقرآن نازل يعني عمالكة حتى في زماننا هذا عمالكة النحو والإعراب والشعراء يعني بيتعلموا ان القرآن كواعد واللغة العربية وبطلعوا منها كواعد اللغة العربية والبلاغة والصرف والأدب وهكذا يعني ده الإعجاز العلمي للقرآن يعني ده أول حاجة تاني حاجة طبعا تاني معجزة ومشهورة جدا للرسول صلى الله عليه وسلم كلنا عارفينها وبنحتفل بيها هي ليلة الإسراء والمعراج ليه هي الإسراء والمعراج على الإسراء ان ربنا سبحانه وتعالى أسرى بسيدنا محمد من المسجد الحرام اللي هو في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين وطبعا المعجزة المعجزة ان في الوقت ده كانت يعني وسيلة المواصلات هي الجمل الناقة فطبعا عزلها شهور يعني على أقل شهر ان هي توصل من مكة المكرمة لفلسطين فلذلك كان صعب على العقل البشري ان يحصل ده يحصل ان في ليلة يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مسجد الأقصى وطبعا الرسول أقم جميع الرسول في مسجد الأقصى وطبعا رحلة المعراج إلى السماوات السابع وعارفين بقى قصة المعراج هنتكلم في وقتها إن شاء الله وفي احتفال ليلة الصلاة والمعراج هنتكلم بإن شاء الله لو كان لنا عمر يعني هنتكلم في استفادة أكتر وطبعا في المعراج ده ربنا صحة تعالى فرض الصلاة فرض الصلاة احنا عارفين طبعا القصة إن هو كان خمسين صلاة لغاية ما ربنا صحة تعالى أخففها علينا بقت خمس الصلاة وبرضو مع الصلاة أنا عايز برضو أذكر يعني ربنا صحة تعالى يعني القرامة ويعني إيه والمكانة اللي أعطاها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كل يوم كل يوم بيذكر عشر مرات طبعا هم خمس الصلاة بس عشر مرات لأن فيه إقامة فيه أذان وفيه إقامة ففيه أذانين ففي الأذانين ربنا صحة تعالى مكتر اسمه كارن اسمه أشهدوا أن لا إله إلا الله بأشهدوا أن محمد رسول الله بعدين على طول فدي طبعا دي حاجة يعني عظمة ربنا صحة تعالى في بيان منزلة سيدنا محمد عند ربنا صحة تعالى ده بالنسبة في الأذان منزلة ربنا صحة تعالى كمان يعني بالذكر برضو ما نعدهاش أي رسول أي رسول في القرآن ربنا ندى لما كان بينادى عليه كان بينادى عليه باسمه يعني يا يحيى خذي الكتابة بقوة يا زكريا إنه بشرك بغلام اسمه يحيى يا عيسى ابن مريم يا إبراهيم يا آدم كل الأنبياء كان بينادى عليهم بأساميهم نيجي بقى عند النداء ربنا صحة تعالى سيدنا محمد كان يعني لما يجي نعد عليه يا أيها النبي أو يا أيها الرسول أو يا أيها المدسر وهكذا يعني ربنا صحة تعالى يا أيها شوف يعني فضل ربنا صحة تعالى إنه بيدي سيدنا محمد قرامة ومنزلة طبعا الرسول كلهم ليهم مكانة ولهم منزلة بس سيدنا محمد ختم المرسلين فليه منزلة خاصة وليه يعني وليه قرامة عند ربنا صحة العالم طبعا نرجع تاني للمعجزات احنا قلنا القرآن الكريم وقلنا الإسراء والمعراض طبعا وانشقاق القمر انشقاق القمر دي يعني دي بقى لها قصتين قصة في وقتنا يعني حاليا ونقول قصة اللي حصلت فيها انشقاق القمر انشقاق القمر جيه اليهود طبعا كانوا ما كانوش بيصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالولوا احنا عايزين بقى معجزة او عايزين حاجة خاركة اللي عادت نصدق ان انت رسول طب قالهم انتوا عايزين ايه قالولوا اسمنا الامر ده نصين طبعا هم بيتهكموا بيتكلموا على حاجات صعبة انها ممكن ما تحصلش فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربنا واشار الى القمر يعني فانقسم نصفين نصف راحل الشمال ونصف راحل الجنوب بعيد عن بعض بعد اما الرسول عمل هذه المعجزة امن من امن وبعضهم برضو لسه قلبه في غلظة ولسه زى ما هو قال له لأ ده ده سحر انت سحرتنا يا محمد طب سحرتنا ازاي ففيه ناس منهم بتفهم قالوا طيب هو لو سحرنا اللي بيسحر بيسحر الناس اللي وقفين في المكان ما بيسحرش العالم كله طب ايه نخرج من الموضوع ده ازاي احنا نستنى الناس اللي هي جاية اللي هم اللي يعني الناس كانوا في الحجاز مثلا بيجيبوا بضاعة وحاجة وجايين ونسأله فاستنوا يومين ناس جات عليهم فاسألوا ما لوم انتوا شفتوا حاجة غريبة اليومين اللي فاتوا او التلات ايام اللي فاتوا فقالوا اه شفنا حاجة ما حصلش قبل كده شفنا القمر انشق نصفين وكل نصف راح في اتجاه طبعا في ناس امنت وفي ناس ما امنتش ربنا صحة تعالى بيقول لك اكتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يكذبوا ويقولون هذا سحر يعني هم كده كده لسه فيه غلزة على قلبهم كلما يشوفوا آية هيقولولك سحر واقولولك لا مش صح واقولولك وكذا فطبعا دي دي آية انشقاك القمر في العصرين بقى هذا لما طلعوا الامر ولما الدنيا تطورت وطلعوا الفضاء فيه علم من امريكا طلع فنزل قال انا رقيت اكتشاف وحاجة لم تصل اليها البشرية وما فيش حاجة تحصل لها طب ايه هي اللي انت وصلت له قال انا اكتشافت ان فيه حزاب بيلف في القمر من النصف بصخور غريبة يعني الصخور دي مش موجودة الصخور دي معناها وان هي ما كانش موجودة اصلا في القمر وجمعت جميع العلماء يعني الجمع كل العلماء الجيولوجيا وكل العلماء اللي متخصصين وسألهم وقعدوا يبحثوا عرفوا ان الصخور دي نتيجة ان القمر دو في يوم الايام انشق نصفين ورجع تاني طبعا هو بقى فاكر ان هو يعني اكتشاف رهيب فبالصدفة عالم اسلامي قال له دو احنا عارفينه من 1400 سنة ازاي اقتربت الساعة وانشق القمر ويقال ان هذا العالم اللي هو كان مكتشف في انشقاك القمر اسلم بسبب الموضوع دو نيجي تاني لمعجزة تانية اللي هو هو طبعا مواجزات كتيرة جدا بس انا بحاول يعني اختصر عشان وقت البرنامج لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه معجزات كتيرة جدا فالهو جزع النخلة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخطب عليه كان الرسول بيخطب دايما على جزع النخلة ولما اتعمل مسجد والرسول بقى يخطب على منبر الصحابة سمعوا الجزع دو بيعيط ان الرسول ما بقاش يخطب عليه فده طبعا سبحانه وتعالى يعني معجزة ان الجزع النخلة يعيط ويشتكي ان الرسول ما بقاش يخطب عليه طبعا المعجزة تانية خروج الماء من أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في أحد غزوات وكان فيه مياه بسيطة مش هتكف الجيش فطبعا الرسول قال له ماتله لناء حطت ييده الشريفة في الماء وطلع ييده بقت المياه تنزل ما بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم وكفت الجيش وفاضت في معجزات كتير جدا يعني احنا طبعا يعني انا مش عايز انسى حاجة طبعا إضاءة المدينة يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم كدومه إلى المدينة أضاءت المدينة السماء أضاءت وأظلمت يوم وفاته صلى الله عليه وسلم دي برضو من المعجزات تحدث الرسول مع أهل الكبور وتحدث مع القتلة غزوة بدر وغيرها وغيرها من المعجزات طب دي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نخش بقى على حاجة تانية بس يعني قبل نخش على حاجة تانية نطلع فاصل بسيط نسمع فيه أنشهودة جميلة لو أنشهودة جاهزة معنا وبعد كده نيجي على صفات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالتها أمه معبد أمه معبد دي كانت بدوية قاعدة في الصحراء وأي حد بيعد عليها بتكرمه وبتستضيفه عندها فنقول الصفات بتاعة أمه معبد للرسول صلى الله عليه وسلم بس بعد الفاصل انتظرونا وما تروحوش في أي حتة أخلم طبعا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا أنه هو كان ماشي في الهجرة ومعه سيدنا أببكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وعبد الله بن الرايكد اللي هو الدليل فمروا إلى أن وجدوا خيمة الخيمة دي بتجلس فيها امرأة اسمها أمه معبد أمه معبد دي كانت مشهورة بالكرم يعني أي حد يعدي لازم يقعد ويأخذ الوجب بتاعه قبل ما يمشي فطبعا يعني طلبت أنه هم يأخذوا الوجب بتاعهم ويقعدوا وهي ما عندهاش حاجة في الخيمة فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما تعرفش الرسول طبعا هي ثلاثة معديين فقالت لهم اجلسوا اخذوا اجيبكم وامشوا فالرسول قال لها يعني قال لها أنت مفيش حاجة في الخيمة قالت له مفيش وطبعا أبو معبد كان واخد المواشي وكان بيرعاها وكانت له أحدها في الخيمة فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم وجد ماعز في أقصى الخيمة فقال لها ماعز هزيم فقالت له دي يعني ماعز جعفاء يعني ما فهاش لبن وما بتدرش طرع حتى مع باقي المواشي فالرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده على درعها ودعا الله فسبحان الله اتمالى الدرع لبن فطلب منها الإناء ومالى الإناء فشاربت أمو معبد وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم وشرب أببقر وعبد الله بن رايكد وبعد أما خلص كمان ملاه تاني وفضل برضو الدرع بتاع الغنم هذه المعزة يعني فيه لبن ثم انطلقوا تكملة ليه الهجرة كان الهجرة من المكة إلى المدينة فطبعا جي أبو معبد لقى الخير موجود الحليب في الخيمة ووجد الشاي يعني الشاي ديت وضعها غري الوضع فقال لها يعني إيه اللي حصل فابتدت أمو معبد قلت له يعني إن عد عليها تلاتة بس فيه منهم واحد وبتدت بقى ترسد صفاته بكلامها اللي هو البسيط اللي هي ولا بتعرف تقرأ ولا تكتب بس هي صردت صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هنقولها حراكه دلوقتي ونقول معناها ايه بعدما أقول الصفات كما قالتها أمو معبد فقالت مر علي رجل ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة وسيم قصيم في عينه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهر وفي عنكه سطر وفي لحيته كفافة أزج أكرا إن صمط فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وابهاهم من بعيد وأحسنه وأجملهم من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر كأنه منطق خرزات نظم تحدر يعني إن جسمه متقسم للأقسام يعني سبحان الله صفات صفات يعني حد كده يعني حد مش بشر نكمل تاني الصفات أمم عبد ربعة لا تشنؤه من طول ولا تقطحمه عين من قصر يعني ولا طويل ولا قصير يعني حاجة كده يعني الطول بتاعه مظبوط غصن بين غصنين اللي هم الغصنين طبعا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وعرضاه وعبد الله فهو أنظر السلاسة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفنت قال أبو معبد والله يعني أبو معبد بقى لما سمع للصفات أبو معبد في هذا الرجل علاها والله هذا هو الرجل الذي تبحث عنه كريش لأنه طبعا أنهما عارفين إن الرسول مرفوش عيب سبحان الله وتعالى الخلق ابتدت توصف الرسول إنه هو لا طويل ولا قصير إنه هو واجهه أبيض بشيء من النور إنه هو الحاجة بتاعه رفيع وطويل إنه هو راسه مش كبيرة ولا صغيرة يعني حاجة وسط منتسبة إنه هو جسمه مقسم تقسيم تمام إنه هو بين التلاتة هو اللي ظاهر وإنه هو كلامه بتسمع يعني هو الاتنين لما بس بيؤمر أو عايز يعمل حاجة هو ما أمرش الرسول بس هي كل الوصف ده وتشافته في الشوية اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم جلسة عند أمو معبد فطبعا يعني الرسول هكذا يعني الرسول كان حتى أي حد ما عرفش الرسول كان بيوصفه أحسن وصف يعني 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 اللي هو ما عرفش إنه هو الرسول بس يشوفه عن قرب جميع الصفات الحلوة طبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق عظيم إنك خلق عظيم ربنا صحيح تعالى وقال كده وبالذكر برضو أنا هذكر قصة كان فيه امرأة من اليهود كانت يعني زي ما تقول كده بتشيل حاجة قيلة على رأسها فالرسول صلى الله عليه وسلم معدي وهي ما تعرفهوش فقالت له ممكن ترفع علي الشيلة دي يعني فالرسول شالها يعني شالها بدل ما يحطها على على رأسها شالها هو وقالها أنت يعني أنت تؤديها فين فراحت لغاية المنزل وإيه ودها لغاية المنزل فقالت له والله أنا كنت عايزة أديك حاجة أكفأك بيها بس للأسف أنا ما عنديش حاجة في الدار أكفأك بيها بس أكفأك بحاجة مهمة جدا وتحطها في دماغك وتمشي بيها علا ما هي هيتلو فيه واحد يسمى محمد بيقال إن هو بيسحر الناس وبيمشي وراه وما عندوش أخلاق وما عندوش بيعرفيه وقاعدت تزم فيه في الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا طب ما يعني أنت رايك فيها فقال له لأ إنك على خلق وإن يعني ما فيش أرجل من كده وما فيش أحسن من كده وابتنى تبقى إيه تقول كلام حلو للرسول إن هو اللي شارع لحاجة أو جاي فقال له اسمك إيه فقال لا أنا محمد فطبعا الست أسلمت بسبب الموقف دو فاللي بتسمع يعني الناس اللي بتتكلم عن الرسول لأنهم هم ما عرفوش هم ما عرفوش الرسول كان إيه أو الرسول صفاته إيه أو الرسول عمل إيه فيعني للذكر برضو يعني إحنا عايزين نذكر يعني مثلا فيه كان من أكتر من كذا سنة كده كان فيه فيلم طلع في هولندا موسيقى للرسول كان أعتقد اللي عامله أحد اسمه فان دارك أو حاجة زي كده فاللي عمل الفیلم دو ما كانش يعرف يعني الرسول بس هوا أي حد عايزة شهر بيشوف مين اللي هو معاهوش أو الناس بتكتمي عليه أو الناس هي يعني بتدافع عنه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلمين بيغيروا عن الرسول لأن الرسول هو قدوتنا وماحدش مسلم ينفع ما يغيرش على الرسول صلى الله عليه وسلم فعمل الفيلم الموسيقى للرسول طبعا الدنيا قامت وساعتها والدنيا خيربت فهو بعدما لقى الدنيا كده ولعت وقال لك ده شعوب كتير جدا بتدافع عن محمد هو كان بالنسبة له محمد عادي واحد عادي فابتدى يقرأ عن الاسلام وابتدى يقرأ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا احنا لو معنا الصور بتاعته ياريت نعرضها المخلج دوت اسلم يعني بعدما قرأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم اسلم وحج وبقام دلوقتي من ضمن الناس الدعاء للدين الاسلامي ليه لان هو ما كانش يعرف يعني ايه الرسول هو يعني ما اسمعش عن الرسول فهو ابتدى يعمل اي حاجة تتماشى مع الوضع وخلاص لما بعدما عمل اهو طبعا احنا شايفين صورة هوت وفي السعودية وطبعا راح عج وعمل عمرة واسلم سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى رد للهداية ولذلك اي حد بيقرأ عن الدين الاسلامي او يقرأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم بيهتدل الاسلام ليه لان يعني الدين الاسلامي هو دين بيحد على كل ما هو مكارم الاخلاق لا تزني لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر لا تصرق وكل حاجة حلوة الاسلام هو اللي بيتأخذ لها طبعا احنا عنقول الكلام دوت الرسول كان صلى الله عليه وسلم يعني بيقول ايه فطبعا احنا نشوف بس السور كده ونستمتع ان هو دوت اللي كان عامل فيلم المسيق للرسول عليه وسلم الفيلم الهولندي ده واحد من ضمن الناس تمام ربنا هداء وحاجة هوتو بقى تمام فيه ناس تانية جدا فيه ناس مشهورة جدا برضو للذكر وليس الحص فيه محمد عليك لاي فيه تايسون فيه فيه منتان فيه كزا حد فيه ناس من اللي هما المشاهير اللي هما كانوا وصلين لأعلى الشهرة اول ما اعرفوا يعني ايه اسلام طبعا اسلامه وربنا هدوم للإسلام طيب احنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنما أبو عزته اللي تم مكارم الأخلاق ايه هي بقى الأخلاق وإيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو لها احنا بعض المختلفات كده نقولها برضو يعني ربنا على الرسال الرسول اللي صلى الله عليه وسلم الرسول بيدعو اعدله اول حاجة اعدله ان انت مجيش على حد او تاخد مال حد او ما تعدلش في حياتك كلها حاجة تانية اوفوا الكيلة والميزان لما تكون بتبيع حاجة لازم توفي الكيلة وتوفي الميزان وتدي كل حد حقه ولا تخسروا الميزان تمام واوفوا بالعهد لو عهدت حد اي حد تدي له عهد لازم توفي بالعهد دوت لازم تكون اد الكلام واد العهد اللي انت عملته واوفوا بالعهود وتعاونوا على البر والطقوة ولا تعاونوا على الاسم والعدوان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده وما تعاونوش على الاسم والعدوان كله للناس حسنا يعني حتى لو حد جاي بيقول لك كلام مش تمام انت اقول له كلام الحسنة مش واحد بيشتم يبقى تشتم لا معليناش كده قال لنا ما حد بيشتم ما حد يقول لك كلام وحش لا وجادلهم باللاته احسن وكله للناس حسنا طبعا يعني علمنا برضو الرسول والسلام لا يصخر قوم من قوم لما يبقى فيه حد فيه مشكلة او فيه حد عنده يعني اي حاجة في شكله في مظهره في نطقه وفي كلامه وما تصخرش منه عوفا لا يصخر قوم من قوم من عسى ان يكون خارهم منهم ولا لسانهم من النساء وطبعا احنا بنشوف اليام دي النساء كتير جدا بتصخر من النساء ورجال كتير جدا بيصخر من رجال وطبعا ده مش من تعليم الاسلام ولا من تعليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبعا بيحسنا برضو اكتنبوا كثيرا من الظن انه بعد الظن يسمي يعني لما يبقى فيه موقف قدامك ما تزنش بالسوق لا زن بالخير دايما يبقى حسن الظن ما تزنش بالسوق طبعا ولا تجسسه ما تتجسس مش واحد مش اتنين بيتكلموا تجريح يعني بالمختصر المفيد كده حاطت نفسك جنبهم وتسمعهم ويقولوا لا تجسسه يعني انت هتستفيد بايه لما تتجسس على حد بيتكلم او حد مثلا بيتكلم على حاجة انت مش هتستفيد بحاجة ولا تجسسه ولا يختب بعضكم بعضا الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة محدش يجيب سيرة حد مش موجود طبعا ازبروا وصابروا الصبر بيحسين على الصبر برضو الرسول صلى الله عليه وسلم كونوا مع الصادقين لازم تبقى صادق وطبعا في حديث ان هو ان المسلم ما ينفعش ما يبقى صادق لازم تبقى صادق صادق الكلمة تقولها هي صدق ما ينفعش تجذب هتجذب ليه طبعا الامنات انتوا قدوا الامنات الاهلية والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمى قبل الاسلام يعني قبل ما يجي ينزل عليه الرسالة الصادق الامين يا الصادق الأمين لشدة أماناته وشدة صدقه وكانوا بيضع عنده الأمانات فسبحان الله يعني هل واحد صادق وأمين ينفع أنه هو يجذب بحاجة أو ينفع يعني أنتم مطلعين عليه اللقب فيعني ده بيدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا لأبعد الحدود وكان أمينا وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حابب الملك أو حابب فلوس طبعا هما جئهم جئهم خيروه قالوا لو يعني لو كنت تريده مالا أعطيناك ولو كنت تريده سلطة طبعا أعطيناك كأن نوليناك على على أي مكان السلطة طبعا الرسول مش عايز دولة ده الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ومات لا يملك إلا يعني يعني جلبتين الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يملك حاجة نقول الحاجة سيدنا أبو بكر كان بينفق ماله وهكذا هو ده الدين هو ده الإسلام اللي ما حدش عرفه أن الرسول ولا مال ولا واحد مثلا يعني يعني الناس كلها حواليه هو لو كان عايز زي أخد حاجة مش كان عايزش في أصر وكان لبس أحسن لبس وكان أكل أحسن أكل وكان الخدام وكان لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما عندوش حاجة اسمها عبيد هو هو اللي حرر العبيد وهو اللي عمل يعني عمل حاجات وعلم البشرية إزاي النظام في كل شيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رسول الدنيا تغيرت في النظام وفي الدين وفي كل شيء يعني الدنيا كانت بايزة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول إن هو من كتر شرب الخمر كان بشربها زي المية يعني شوف فتخيل بقى لما ييجي إسلام الإسلام الدين ويحرم عليه الخمر ويبقى يبقى الدين بقى بيمشي على هو أحد هو لو عايز يألف أو عايز ييمشي على هو أحد كان شاف اللي ماشي وهكذا فطبعا فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني من أعظم من أعظم الرسل طبعا يعني الرسل هو رب تشه vibrations تعالى أمن الرسول بما أنزل إليه من ربيه أمن الرسول بما أنزل إليه من ربيه والمؤمنون كله أمن بالله وملائكته وكرتبه وрسله لأنه فرقوا بين أحد من رسله طب ربنا ما بيفرقش من أحد من رسله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني آخر النبيين وآخر المرسلين حتى فيه كتاب له أعظم 100 شخصية على مر التاريخ كان أعظمه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا ده اللي عمله مش مسلم يعني اللي عمله مش واحد مسلم ده عمله واحد مستشرك وكده وحط سيدنا محمد هو أعظم يعني أعظم حد في التاريخ البشرية أولهم و100 شخصية طبعا فيه 99 تانية غير الرسول بس تخيل بقى أن الرسول يبقى أول واحد ومش مسلم هو اللي يعمل الكتاب ده أول ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دينا ودنيا علم الدنيا علم الناس الدين وعلم الناس إزاي يبقى أنت الدنيا تمشي فيها صح وما تسرقش وهكذا نكمل عشان الوقت البرنامج بيجرب سرعة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعو ربك بالحكمة والمعايزة الحسنة وبالوالدين إحسانا وبذ الكربة واليتامة والمساكين والجار والقازمين الغيز والعافين عن الناس الذين ينفقون في الصراء والضراء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كل ما هو خير وقال لنا نكتنب كل ما هو شر أو كل ما هو مش يعني مش كويس يعني نكتنب طبعا كل الكبائر وهكذا وهكذا طبعا فيه بقى بالنسبة للإسايات الحدثة اليام اللي فاتت في فرنسا وهكذا دولة لأنهم ما يعرفوش يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فإحنا ما نردش الإساة بالإساة إحنا إحنا ربنا صلى الله عليه وسلم علمنا إحنا المفروض نتعلم من دوة إن إحنا ننشر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه الرسول قال إيه الدين بتاعنا بيقول إيه هو ده والمقاطعة معلش أنا شفت منظر برضو معجبنيش الناس بتشتري الحاجة من السوبر ماركت وتروح ترميها في الترعة طب ما حضرتك اشترتها أنت دفعت فلوسها خدها تديها للغلابة اللي مش لايه تأكل خلوهم يأكلوهم فكصة يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام عليه كتير جدا وطبعا عايزين سنين وسنين نتكلم عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق الرسول وعن كل شيء يخص الرسول ومعليش للأسف الحلقة جاريت بسرعة جدا يعني في ثواني كده الحلقة وكان فيه كلام كتير جدا كنت أتمنى أقوله عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وعن مواجزاته إن شاء الله في حلقات تانية بإذن الله وطبعا كان لقيا الشرف أن أنا أتكلم النهاردة وأذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا بعتزل لعدة موجود الإعلام المتبيز معنا النهاردة ربيع فريد لأسباب صحية وربنا إن شاء الله يشفيه بإذن الله ويبقى منور معنا للسوديو في الحلقة الجاية وطبعا أحب أشكر مدير الستوديو الأستاذ نصر الشايد والأستاذ محمد الشايد والنائب أستاذ أحمد حافظ وطبعا المخرج الشاطر المتميز جدا اللي أنا بكن له كل احترام محمد كلاني ولكل قائمنا على القناة وإن شاء الله انتظرونا الحلقة الجاية بإذن الله تعالى وحلقة قوية وموضوع جديد وعذرونا لو في أي تأثير عندون قصد وإن شاء الله الحلقة الجاية يتلاقونا في موضوع جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته